لا تكل ولا تمل مليشيكات الخوثي من قصفها واستهدافها للحياء السكنية في محافظة الحديدة وجعل منازل المواطنين هدفا لنيرانها كانتقام للخسائر المتواصرة التي تتلقها على أيدي القوات المشتركة في الساحل الغربي والسهل التهامي ضاربة عرض الحائض باتفاق السويد والهدنة التي أعلنها التحالف العربي لمواجهة جائحة كورونا ولعل أبرز خروقاتها وانتهاكاتها الجديدة استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة وقصفها بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة فقد نصبت مدفعيتها بين منازل المواطنين في المناطق التي لازالت تحت صيدرتها وتستهدف الشوارع والأحياء المحررة وامتدت الخروقات الحوثية إلى قصف الأحياء السكنية في مدينة حيس ما تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفا على حياتهم وحياة أسرهم والانعداء من الرغبة في العيش مع القصف المتواصل تزامن ذلك مع قصف مماثل للمديرية ذاتها ليلة أمس أما منازل المواطنين ومزارعهم في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية فلم تكن بعيدة عن نيران أسلحة القناص الحوثيين وفتحها صوب المباني السكنية والممتلكات الخاصة والتي ألقت بها أضران خسائر كبيرة في إطار تصعيدها العسكرية المتواصل والصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة وأشهدت القرى والعزل في التحيط ومنطقة الجبلية عمليات قصف واستهداف من قبل الميليشيات حيث استهدفتها بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة متسببة في إحداث آثار نفسية وسلبية في صفوف المدنيين نتيجة الخوف والهلع لترفع من وتيرة خلقاتها للهدنة الأممية التي لم تكن إلا مطية يعبر من خلالها الحوثي لمواصلة جرائمه وانتهاكاته في الساحل الغربي